لا حديث داخل مخيمة الضلو العرفي تندوف إلا عن فضيحة زواج بن بطوج إبراهيم غالي زعيم مرتزقة البوليزاريو لكن الكاريتة هنا وهو أنهم يقولون أنهم مشتزوج بشكل سري لكن المسألة تفضحات داخل مخيمة الضلو العرفي تندوف والآن كل شيء يتكلم على هذه الفضيحة ليست فقط فضيحة أنهم مشتزوج بشكل سري وإنما كذلك مشتزوج والعناصر دي المرتزقة البوليزاريو والقيادين الميدانيين كيتبندرو وهما يحاولون الدخول للمنطقة العازلة بأوامر من بن بطوش لكيتلقاه والآخر أوامر من نظام حضيرات الجزائر فهذه الكاريتة هذه الزواج السري تزامنت مع التبندير الأخيرة لإنشرنا عليها التفاصيل اليوم أمس اللي هوليك فيها مجددا ما يسمى بقائد ناحية السادسة فهذه الكاريتة المتبعين الكرام زادت من حالة الغضب والاحتقان داخل مخيمة الدول العرفي تندوف التي هي أصلا تعيش حالا من الاضطرابات ومن الانفلاتات ومن الاشباكات المتقطعة ما بين عناصر مرتزقة البوليزاريو بينهم أو ما بين سكان مخيمة تندوف وكذلك عناصر مرتزقة البوليزاريو فهذه المسألة المتبعين الكرام هي تظهر إلى أي مدى يستخف بن بطوش ونظام حضيرات الجزائر بمحتجزي مخيمة تندوف وكذلك بالعناصر المرتزقة البوليزاريو الذين يدفعونها نحو المحرقة يدفعونها نحو الهلاك والانتحار في المنطقة العازلة التي تستدهم طبيعة حالة درون بشكل بسيط وسهل جدا بينما البعطوش ديال بن بطوش مش هتزوج وكما سأسلفنا تذكر كذلك في فيديوهات سابقة قبل أسابيع بأن بن بطوش راه نظام حضيرات الجزائر كيبليله قصر كيبليله قصر بجوار مخيمات الضلو العار في تندوف ما يعني أولا لأنهم عارفين ومتأكدين وجازمين بأن مرتزقة البوليزاريو تما غاديبقوا تما غاديبقوا مكيلات حرى مغربية ولا هم يحزنون بدليل أنهم هم كيشيدوا منشآت وبن بطوش كيشيد القصر ديالو تم في تندوف فبالتالي عارفين ريسون بأنه ما كيلاس حرى مغربية ولا هم يحزنون خسروا هذا الملف وبالتالي مرتزقة البوليزاريو داروا فعليا جمهورية ديالو ما نسميها جمهورية بن بطوش لأنه ولكي دير كل شيء تمك في مخيمات تندوف فبالتالي ها هو تزوج بينما العناصر دي المرتزقة البوليزاريو قلتين كيموتو وهذه المسألة خلقت كما قلت لكم حالة من الاحتقان الغالي المسبوقة في صفوف حتى عناصر مرتزقة البوليزاريو عناصر مرتزقة البوليزاريو يقولوا كيفاش هذا مش كي تزوج وعيش حياته وحنا كسيفتونا للانتحار وكسيفتونا نحو التهلكة واتشعلش مؤخرا كذلك المتابعين الكرام زادت عملية الانشقاق في صفوف مرتزقة البوليزاريو اللي كي هربو سواء لشمال موريطانيا أو إلى مالي يعني كي ينشقوا ومؤخرا شفنا على أنه أحد العناصر قامة بسرقة سيارة عسكرية تبعى لمرتزقة البوليزاريو ومشاهرة بنحو شمال موريطانيا أو نحو يعني مالي فبالتالي متبعين الكرام الوضع خطير جدا بالنسبة لمرتزقة البوليزاريو ونحن نحمد الله على أن نظام حضارة الجزائر غبي ووضع شخص غبي اللي هو إبراهيم غالي على رأس مرتزقة البوليزاريو لأن بهذه التصرفات الغبية هو يسارع طبيعة الحال نحو نهاية إعلان نهاية مرتزقة البوليزاريو وكذلك إعلان نهاية هذا الملف ديال نظام حضارة الجزائر اللي عمر طويلا ويصرف عليه أموال طائلة وهنا كذلك نستذكر على أن بن بطوش مشت زوج وكبني قصر دياله في تندوف بينما البوصبعي واقف في الطوابير من أجل أبسط المواد الغدائية اسمع مزيان يا البوصبعي اسمع مزيان يا الجزائر المصحمر بن بطوش تزوج وبني قصر دياله في تندوف وانتا واقف كالدابز على شكارات ديال الحليب كما رأينا يوم أمس في أحد الفيديوهات جزائر واقف طابور على الحليب طابور على الحليب وكيقول الصحبو ياربي ما يشوفون ما المراركة غادي باهدلونا غادي باهدلونا المراركة إذا شفونا لكن الفيديو وصلنا وانشرنا وشنا الحالة ديالكم البائسة وحنا عارفين أنكم تعيشون في حياة بائسة وتعيشون في دل دل الطوابير ومجموعة من الأمور الأخرى فبالتالي نحن نعلم الحقيقة حقيقة نظام حضرات الجزائر وما يعيشه الجزائري والأموال أين تصرف تصرف على القصر ديال من بطوش تصرف على الزواج ديال من بطوش وعلى أمور تافية جدا بينما حتى العناصر ديال مرتزقة البوليزانوية مستياضهم بطريقة سهلة جدا من الطائرات المسيرة المغربية فبالتالي هم الآخرون يعيشون من حالة من الاحتقان والغضب لأن طبيعة الحال يستعملون كالحشرات يستعملون كالجردان من طرف إبراهيم غالي ومن طرف نظام حضرات الجزائر فقط للقول على أن هناك حرب وعلى أن هناك كذا في حين أن هناك عملية استياد سهلة جدا من طرف طائرات بدون طيار مغربية فطبيعة الحال هذا اللي يقول على الرسول أنه داخل في حارم مع المغرب وأتحدث هنا عن إبراهيم غالي يقول أنه في حرب وتصعيد وتصعيد القتال مع رب تنو في حين أنه مخبي الزواج ديالو حتى على العناصر المرتزقة البوليزاريو وأيضا على محتجزين بخيمات تيندوف لكن القضية في نهاية المطاف تفضحات والآن هناك غضب وأتوقع أن تكون هناك أعمال فوضى وأن تكون هناك إنفلاتات والشبكات في قادم الأيام لأن هذه المسألة بالنسبة لمحتجزين بخيمات تيندوف خطيرة وخطرة جدا وكذلك خطيرة حتى على العناصر ديالو مرتزقة البوليزاريو والمؤيدين ديال مرتزقة البوليزاريو اللي كيشوفوا العناصر ديالو أنهم كتفضوا للمحرقة والانتحار بينما لا يحققون أي شيء متابعين الكلام أراكم في فيديو قادم